يلا توكلنا على الله لو حد سألني بقى البيو كيمستري يا دكتور بتتكلم عن ايه هقوله بتتكلم عن كلمة واحدة بس اسمها الميتابولزم يعني ايه يا دكتور ميتابولزم ميتابولزم المعرفش حد فاكرها من زمان ولا لا هي عمليات الايد او التمثيل الغذائي طبعا دي الترجمة مش المعنى ما قولك يعني ايه ميتابولزم ما تقوليش ايد او تمثيل الغذائي ده شكرا ده الترجمة بتاعتها طيب يعني ايه بقى عملية الايد او التمثيل الغذائي يعني هي كل العمليات الحيوية كل العمليات الحيوية اللي بتحصل جوة الخلية بتاعتك على الاكل تاني يعني ايه ميتابولزم يعني كل العمليات الحيوية اللي بتحصل جوة الخلية بتاعتك على الاكل من عمليات كده اخدناها ايام زمان ان شاء الله هتفتكروا من عمليات هدم وبناء ساعة لما كنا بنقول الميتابولزم ابارة عن هدم وبناء او الايد او التمثيل الغذائي زي ما قلنا هو ده الترجمة بتاعت الميتابولزم هي عمليات الهدم والبناء طيب عندنا بس نحفظ المصطلحين دول زي ما كنت اتفقت معاكم في المصطلحات الطبية ان احنا بناخد مصطلحات كل مادة فيها عشان نفهم المادة دي ايه اللغة بتاعتها يعني زي كل اصحاب مهنة بيتكلموا بلغة معينة احنا عندنا برضو كل مادة لها يعني مصطلحات معينة كده عمليات البناء هي عمليات الانابولزم حاجة اسمها انابولزم يعني بناء طيب وعمليات الهدم هي عمليات الكاتابولزم يبقى يعني ايه يا دكتور بقى تاني ميتابولزم يعني كل العمليات الحيوية اللي بتحصل على الاكل الاكل اللي بناكله عمرك سألت نفسك احنا بناكل ليه طبعا هتموت وتعرف احنا بناكل ليه وبنعمل ايه في الاكل وبندخن ازاي وبنخس ازاي والكلام ده ما تموتش ولا حاجة انت لو بس درست بايو كيمستر هتعرف كل الحاجات دي وخصوصا بقى المهتمين بالجيم والمهتمين بالتغذية والكلام ده هيتبستوا جدا من المادة دي وتقدر بعد ما تخلص مديول اتنين والله بجد يعني تكون احسن من اي واحد شغال في جيم او شغال كاخصاء تغذية والكلام ده انت بتاخد حاجات قيمة جدا وبطريقة كويسة جدا طيب تمام يبتاني ميتابوليزم يعني ايضا او تمثيل غذائي كل العمالات الحيوية اللي بتحصل جوه جسمي على الاكل من عمليات هدم يعني كاتابوليزم وعمليات بناء يعني انابوليزم طيب هو ايه اصلا انواع الاكل اللي بناكله الاول علشان نشوف احنا هنعمل ايه فممكن نشوف او نقسم الاكل بتاعنا احنا قلنا حاجات بتتهدم وحاجات بتتبني او انسجة بتتبني من الاكل واو الاكل نفسه اكسره يعني يا اما اعمل بناء يا اما اعمل هدم اما اعمل بناء يا اما اعمل هدم وهنشوف الكلام ده دلوقت ان شاء الله فاحنا نقسم الاكل بقى بتاعنا الى جزء ايه جزء بيتكسر ويتبني وجزء تاني لا او جزء بيتحرق فبنسميه اوكسي دايزابول كلام ده انتروداكشن مش موجود اصلا في الكتاب ولكن ده بتفهم منه البايو كلها وجزء نان اكسيديزابول يعني غير قابل للاكسادة هدم يعني اكسادة وهنشوف الكلام ده ان شاء الله تاني وتالت وربع طيب تاني هقسم الاكل الى مجموعتين كبار جزء بيتكسد او بيتهدم يعني ويتبني وجزء ما بيتكسدش يعني ولا بيتهدم ولا بيتبني يعني جزء بيحصل فيه متابوليزم وجزء ما بيحصلش عليه متابوليزم طيب تعالوا نشوف مين الجزء اللي ممكن ناكله ونكسره ونطلع طاقة اللي هي عملة الطاقة بتاعتنا اللي هي الاتبين ومين الاكل اللي ممكن اللي هو موجود نبني بيه انسجة ونبني بيه خلايا هو ده اللي اقصد عليه الاكل اللي بيحصل له متابوليزم انا سامح حد بيقول لي والله يا دكتور ممكن تاكل كاربوهايدريتس كاربوهايدريتس اللي هي النشويات صح؟ ممكن ااكل مثلا حاجة فيها جولوكوز اللي هي النشويات وحرقها وطلع منها طاقة بيعملت عليها كاتابوليزم وهو نفسه الجولوكوز او الكاربوهايدريتس ممكن ابني منها الخلية لو شفنا ان شاء الله في الهيستولوج كده غشاء الخلية مكون من ايه؟ هتلاقي في جزء كاربوهايدريتس يبقى ده اعتقد مثال ان شاء الله واضح اهو الكاربوهايدريتس ممكن اتكسرها وطلع منها طاقة يبقى انا كده عملت عليها كاتابوليزم حرقتها يعني وكسرتها وطلعت طاقة او الكاربوهايدريتس عملت عليها انابوليزم بنيت منها انسجة بنيت منها نسيج او خلية او بنيت منها اي حاجة يبقى انا كده عملت انابوليزم يبقى الاكل ده اكسيديزابول يعني الاكل ده بيحصل له متابوليزم طيب مين تاني يا دكتور؟ حاجة اسمها لبد لبد يعني دهون لقى الفات بس بنقول عليها لبد طيب يبقى لبد يعني دهون او فات او برضو ممكن ااخد الدهون احرقها احرق الدهون طبعا ده معروفة يعني وطلع طاقة كبيرة او يعني ممكن تاكل دهون وتبني خلايا دهنية وتعمل كرش لطيف جميل كده فده برضو اسمه انابوليزم يبقى انا ممكن اعمل على اللبد ها كاتابوليزم وانابوليزم احرقها وطلع طاقة او ممكن ابني بيها خلايا طيب مين تاني يا دكتور؟ حاجة بقى اخيرة هو البروتين طبعا يعني البروتين بقى والعضلات والامينو والجيم والكلام ده كله طبعا ممكن يا دكتور تحرق البروتين وتطلع منه طاقة بس ده في حاجات معينة كده بقى لما نتعمق والبروتين طبعا ممكن ابني بيه وصلح بيه العضلات اللي هي حصل فيها اي مشكلة يبقى دول التلات انواع من الاكل فقط اللي بيحصل لهم ميتابوليزم ها دول التلات انواع من الاكل فقط اللي بيحصل لهم ميتابوليزم هم مين؟ هم الكاربوهايدريتز والليبد والبروتينز كاربوهايدريتز والليبد وبروتينز خلاص اعتقد انتو عرفتم مصطلحاته خلاص كده يعني ايه ميتابوليزم يعني انابوليزم وكاتابوليزم طيب مين الاكل اللي بيحصل له ميتابوليزم والثلاث حاجات كاربوهايدريتس وليبيتس وبروتين طيب احنا بنكل حاجات تانية او بنكل حاجات تانية طيب قبل بس ماكل او قبل معرف الحاجات التانية انا قلت هي البيو كيمستري او الميتابوليزم هو كل العمليات الحيوية عمليات حيوية يعني معادلات كيميائية يعني مثلا عندي معادلة مثلا معادلة زي دي كان بتطلع كده أي معادلة كنا بنحط عليها ايه هنا كده بنحط عليها حاجة اسمها انزيم انزيم عشان يحفز بالضبط وكنا بنحط فوق كده حاجة اسمها كو انزيم يعني مساعد انزيم ده بس علشان نفسر يعني كل العملات الحيوية يعني كل المعادلات الكيميائية اللي بتحصل جوه الخلية طيب تمام نكمل بقى بقى الاكل اللي ما بيحصل لوش ميتابوليزم طيب زي مين يا دكتور يعني احنا بنأكل ايه تاني ممكن نأكل فيتامينز تمام فيتامينات يعني فيتامينز ممكن نأكل مينيرالز صح كده تمام ممكن نأكل ايه مينيرالز طيب ممكن كمان نشرب مية تقريبا احنا ما بنعملش حاجتين يعني احنا بنأكل هو ده انواع الاكل او الست حاجات دول اللي بنأكلهم بس يعني بنأكل كاربوهادريت سليبت بروتين والتلاتة دول اللي بيحصل لهم ميتابوليزم بنأكل فيتامينز ومينيرالز وووتر ودول اللي ما بيحصل لهمش ميتابوليزم طيب بنأكلهم ليه دكتور بقى يعني طيب ما بيحصل لهمش ميتابوليزم هنعرف دلوقتي بيساعدوا بيساعدوا في الميتابوليزم يعني ايه برضو عشان نكون فاهمين كل حاجة من البداية كده يعني انا قلت الكاربوهادريت ممكن احرقها وطلع منها طاقة وممكن اخدها ابني بيها نسيك طيب هل الفايتامينز ممكن تحرقها وطلع منها طاقة يعني ممكن تاخد فيتامين سي تحرق وطلع طاقة مستحيل ماينفعش ممكن تحط فيتامين سي في خلية مستحيل ماينفعش انما فيديته فيديته ان هو بيساعد ان انت تعمل ميتابوليزم يعني هي مساعدات للميتابوليزم طيب احنا كده جاهزين نشوف كل الحاجات اللي علينا في البايو وهناخدهم من الكلمتين دول يعني البايو كلها تعتمد على فهمك للكلمتين دول يا جماعة طيب يبقى لو احنا جينا بقى نقول الشباتر وهتثبت لكم الكلام ده لما نشوف الفهرس دلوقت بتاع الكتاب انا هاخد بايو كيمستر يبقى لازم ااخد ايه لازم ااخد اول حاجة حاجة اسمها كاربوهايدريت ميتابوليزم كاربوهايدريت ايه ميتابوليزم حلوة اوي يعني ايه كاربوهايدريت ميتابوليزم يعني كل العمليات اللي هتحصل على الكاربوهايدريت تمام طيب واخد لبيد ميتابوليزم يعني ايه لبيد ميتابوليزم يعني كل العمليات اللي هتحصل على اللبيد طبعا انتو خلاص بقى بقيتوا فهمين من هدم وبناء من كاتابوليزم وانابوليزم واخد بروتين ميتابوليزم بروتين ميتابوليزمي يعني كل العمليات اللي هتحصل على البروتين من هدم وبناء يعني من كاتابوليزم وانابوليزم يبقى بسرعة كده انا دلوقتي هاخد كاربوهايدريت اند ليبيد اند بروتين ميتابوليزم طيب ينفع جيبك من بيتكم من السنوية اللي هو يعطبر انت ما تعرفش حاجة عن الكلام ده ولا حتى المصطلحات دي ولا اي حاجة ودي لك حاجة اسمها ميتابوليزم على طول كده اللي هو كل العمالات الحيوية وحاجات بقى تفاعلات وتسلسلات من التفاعلات كبيرة جدا وانزيمات واسماء غريبة كده وحاجات عجيبة ماينفعش طبعا يبقى لازم الاول اخد تمهيد للميتابوليزم فاخد حاجة اسمها ايه حاجة اسمها كيمستري يعني ايه يا دكتور اهو اخد حاجة اسمها كيمستري يعني اخد كاربوهايدريت كيمستري يعني اتعرف على الكيميا بتاعت الكاربوهايدريت ايه هي الكاربوهايدريت اول حاجة يعني اخدها اخد الديفنيشن ديفنيشن يعني تعريف اخد تعريف الكاربوهايدريت اخد اهمية الكاربوهايدريت اخد تأسيم الكاربوهايدريت الكاربوهايدريت دي بتتكون من كذا وكذا 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 اخد السورس السورس بتاع الكاربوهايدريت يعني الكاربوهايدريت دي الاقيها في نوع الاكل الفلاني طيب اخد الليبيت كيمستري يبقى انا كده اخدت الكرباهدرية كيمستري اخد الليبت كيمستري طيب يعني ايه الليبت كيمستري يعني definition of libit ايه هي الليبت طيب يعني sources of libit الاقي الليبت دي فين ايه الimportance او function of libit function يعني الوظيفة اهو function يعني الوظيفة او importance يعني الاهمية importance importance يعني اهمية الليبت او اهمية الكرباهدرية او اهمية البروتين ده كده حاجة اسمها chemistry يبقى ايه اذا انا عندي 3 chapters تانين اسموهم كرباهدرية كيمستري libit chemistry protein chemistry يعني تقريبا انا احنا كده عارفنا الكيميا كلها يبقى انا علشان اخد كرباهدرية metabolism لازم الاول اخد كرباهدرية chemistry علشان اخد libit metabolism لازم الاول اخد libit chemistry علشان اخد بروتين metabolism لازم الاول اخد بروتين كيمستري تمام طيب انا كده عديت ستة شباتر علشان اثبت لكم من الفهرست ان في حاجة اسمها كرباهدريت ليبيت بروتين كيمستري كرباهدريت ليبيت بروتين ميتابوليزم كده ستة شبتر طيب احنا كده بقى عايزين ندخل ونتعمق في الميتابوليزم بعد ما اخدت الكيمستري طيب مش دي كده الميتابوليزم يعني تفاعلات يعني عمليات حيوية يعني محتاجة انزيمز صح بالضبط يبقى لازم اخد شبتر لوحده اسمه انزيمز اسمه ايه انزيمز يعني الانزيمات لازم اتعرف على الانزيمات ايه هي الانزيمات بتيجي منين ايه تكوينها ايه انواعها بتشتغل ازاي كل حاجة عن الانزيمز لازم اعرفها تتخيل كده يكون موقع هذا الشبتر فين اكيد بعد لما اخد كربوهادريد كيمستري لبيد كيمستري بروتين كيمستري نقصني بس الانزيمز وادوس في الميتابوليزم يبانا كده عرفت الكيميا بتاعت الحاجات دي زائد الانزيمات وبعدين ادخل بقى خلاص في الموضوع نفسه اللي احنا اصلا كل ده بنعمل تمهيد عليه اللي هو الميتابوليزم طيب حلو قوي بعدين ااخد بقى الثلاث حاجات ميتابوليزم واروح بقى ااخد الفيتامينز اللي اصلا الوظيفة بتاعت الفيتامينز والمينرالز اللي هي الفيتامينات والمعادن اللي عملاحهم المعادن دي الاثنين دول وظيفتهم زي ما انت شايف كده هو كو انزيمز يعني مساعدين للانزيمات مساعدين للانزيمات اتمنى الدنيا تكون واضحة شوية اشتركوا في القناة